سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في مادة العلوم النهاردة ان شاء الله هنتكلم على المحور التاني المادة والطاقة الوحدة التانية حركة الجسيمات احنا في المفهوم الثالث اللي هو مقارنة التغيرات في المادة عايزين نفتكر مع بعض احنا قلنا ان حالات المادة يا ولاد عبارة عن 3 حالات اللي هي ايه؟ حالة صلبة والحالة السائلة والحالة الغازية عندي اهو في الفيديو ادي الحالة الصلبة بسوك الجسيمات بتبقى متقاربة من بعضها ازاي ودي الحالة السائلة في مسافات بين الجسيمات وطبعا بتحرك بحرية اكبر ودي جسيمات الحالة الغازية وأدي أمثلة عليها كمان الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية يبقى المادة توجد فيه سلاس حالات طيب أسأل سؤال بقى ماذا يحدث إذا ترك الأيس كريم خارج الفريزر لفترة تعال كده نشوف إلا هيحصل الله ده بارتفاع درجة الحرارة بينصهر يعني بيتحول من الحالة الصلبة للحالة الإيه السائلة شكله حل تتغيره لكن لو جنى للكتلة هتلاقي إن الكتلة سبتة زي ما هي ما بتتغيرش يبقى لا تتغير الكتلة بتغير حالة المد ولكن يتغير شكله حالة المد بيقول لي أولاد ماذا يحدث لو وضعنا مكعبات سلج فيه إنقين أحدهما على المندضة والآخر فوق اللهب زي ما احنا شايفين كده في الفيديو أنا جبت مكعبات تلب واحد حطيته على اللهب واحد حطيته على المندضة مين إنصهر أسرع الموضوع فوق اللهب يبقى هنقول إيه يا أولاد يبقى هنقوله كده إنصهر السلج الموجود فوق اللهب أسرع من إنصهر السلج الموجود على المندضة ولكن الكتلة برضو بتظل إيه سابتة معنى كده إن الكتلة ما بتتغيرش بتغير حالة المد قال لي لأ ما بتتغيرش لو أنا معي كتعة سلج كتلتها 100 جرام حولتها إلى سائل هتظل كتلتها برضو 100 جرام طيب نجد أن المد تتحول المد من حالة إلى أخرى بتغير درجات الحرارة يبقى مرحوظة مهمة جدا يا أولاد إن إحنا منقدر نحول المده من حالة أخرى بتغير درجات الحرارة إما بالتسخين أو بالتبريض قلنا إن المده بتتكون من مجموعة من الجسيمات المتناهية في الصغر قلنا إن الجسيم ده هو وحدة بناء المده بتبدأ الجسيمات دي تتحرك وتدور على حسب كمية الطاقة اللي بتمتلكها يعني من الآخر كده يا أولاد إن الجسيمات بتكون في حالة حركة مستمرة بيقولي لاحظ كلما امتصت المده الطاقة الحرارية أو الضوئية تتحرك الجسيمات الموجودة في المده وتهتز بشكل أسرع بزيادة الطاقة الحرارية ويصبح ملمس المده أكثر سخونة بص بقى أركز معي لو أنا جبتلك دلوقتي كتعة سلج كتعة سلج جي مسل المده لإيه؟ المده في الحالة الصلبة تمام قلنا جسيمات المده الصلبة مالها متقربة جدا من بعضها وتتحرك حركة اهتزازية طب لما تيجي تبدأ تمتص طاقة حرارية أو ضوئية يعني تسيبتها في شمس في إناء في الشمس مثلا أو حطتها في إناء على النار إيه اللي عيحصل إحنا عارفين إنها تتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة طيب جسيمات المده السائلة مالها تبدأ تتحرك وتهتز بشكل أسرع أسرع شوية من جسيمات المده الصلبة طب لو زودت الحرارة كمان هتبدأ تتحرك بسرعة أكبر برضو عشان تتحول لحالة غازية خلاص يبقى كل ما امتصت المده الطاقة الحرارية بتتحرك الجسيمات بصورة إيه بصورة أسرع يبقى أقدر أقول إنه بزيادة درجة الحرارة تزداد حركة الجسيمات بتاعت المده جواقتنا دلوقتي مع السؤال المتفوقين السؤال بيقول ماذا يحدث عنده تسخين المده يلا أفكر كده مع بعض يا سنة خمسة ومنتظرين إجابتكم ودلوقتي يا أولاد العلاقة بين درجة الحرارة وحالة المده إحنا لسا أقلين من شوية إنه بزيادة درجة الحرارة إيه اللي بيحصل ها بتزداد حركة الجزيئات بزيادة درجة الحرارة تزداد حركة الجسيمات المكونة للمده بتبدأ تكتسب طاقة حرارية وتتحول من حالة إلى أخرى بص كده يا أولاد هذه المده الصلبة لما تعرضت لحرارة تحولت إلى مده في حالة إيه سائلة فكل ما زادت درجة الحرارة بيصاحبها زلك ايه اكتساب الجسيمات المده لطاقة وبتتحول من صورة إلى أخرى وبتبتعد كمان الجسيمات أكتر عن بعضها ودلوقتي يا أولاد هناخد مع بعض العلاقة ما بين درجة الحرارة وحالة المده لكن stumble على بعضها يجب أن تعتبر درجة حرارة أي مده هي مياس في مقدار الطاقة التي تمتلكها زيه المده من المده يعني إذا ان هناك مبده وماده تاني درجة حرارة أعلى يبدأ يقدر قول مين الممكن أن تخ Sisحدها المده ايما يمتلك حرارة أكتر يبقى درجة الحرارة في مكوا في مقدار الطاقة التي تمتلكها زيه ما kijken من جسيمات هي اللي بتحدد مقدار حركة الجسيمات. وبالتالي تحدد حالة المادة. يعني المادة لو كل ما بتمتلك طاقة اكبر. فسرعة حركة الجسيمات بتبقى اكبر. وبالتالي حالة المادة بتتغير. تتوقف حالة المادة جزئيا على درجة حرارتها. تتغير حالة الماء بتغير درجة حرارته. يعني حالة المية. اتفقنا مع بعض لو هو في سرسائله. جيت أنا عرضته لدرجة حرارة أعلى يعني سخنته هيبدأ يتحول للحالة الغزيلي طب لو قللت درجة الحرارة يعني بالتبريد هيبدأ يتحول للحالة الصلبة يبقى حالة الماء بتتغير بتغير درجة الحرارة أل انسهار طب يعني إيه بقى كلمة انسهار يقولي هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة أدي عندي قطعة من السلجة أنا وضعتها طبعا فيه إناء على لهب فاتحولت للحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة أو اللي حصل إن كتعة السلج اكتسبت حرارة فبالتالي الجسيمات بدأت تهتز بشكل أسرع وتتباعد عن بعضها فاتحولت من الحيلة الصلبة إلى الحيلة السائلة يبل إن صار تعرفوا إيه؟ تحول المادة من الحيلة الصلبة إلى الحيلة السائلة بارتفاع درجة الحرارة أو بالتسخين مثال عندنا انسهار السلج عندما بتكتسب جسيمات السلج اللي هو المادة الصلبة طاقة حرارية سرعة حركة الجسيمات هتزيد وسرعتها هتزيد ويبدأ انسهار السلج الصلب وهتحول الى الماء السائل ودلوقتي يا ولاد عندنا تحول تاني اللي هو التجمد يبنى انا عندي كذا تحول بيحصل للمادة اللي انسهارة عرفناه اللي هو تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة طبو التجمد ياميس قال لي ده تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة زي لما أحضر كده كوب به ماء وأضعه في الفريزر يعني بردته يعني عملت له عملية تبريد إيه اللي هيحصل يا ولاد بص معايا كده كان حالة سائلة أهو لما وضعته في الفريزر بص تحول لإيه بقى حالة صلبة يبقى التجمد هو إيه تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بخفض درجة الحرارة أي بالتبريد عندي تعريف اسمه نقطة التجمد يعني إيه نقطة التجمد قال لي دي درجة الحرارة اللي بتبدأ عندها تغير المادة من الحالة السائلة للصلبة يعني إذا الزجاجة دي كان بتحتوي على ماء سائل النقطة أو الدرجة اللي تحولت عندها الماء السائل من ماء سائل إلى سلب دي بسميها نقطة إيه؟ نقطة التجمد التجمد درجة حرارة الماء في الحالة السائلة أعرف بقى بتتروح بين إيه وإيه؟ بين 0 إلى 100 درجة مئوية يعني درجة الحرارة ما بين 0 إلى 100 ده بيعتبر ماء سائل الماء بيتجمد عند تبريده يعني أخفض درجة حرارته لأقل من 0 درجة مئوية وتعتبر نقطة التجمد وتتغير حالته من سائلة لصلبة يعني نقطة التجمد هي إيه؟ 0 درجة مئوية نقطة تجمد الماء هي 0 درجة مئوية بيجي أكمل يا أولاد يقولي أكمل نقطة تجمد الماء عند نقطة درجة مئوية عند سفر درجة مئوية تالت تحول معي وهو التبخر التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة زي ما احنا شايفين كان سائل اللي بيحصل ملاحظين ان كمية السائلة هي بتقل لان في جزء من السائل تحول الى بخار الماء يبقى تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة حسميه تبخر زي تبخر الماء الرابع تحول من تحولات المادة التكثف يعني ايه تكثف؟ يعني تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بخفض درجة الحرارة طيب ناخد مثال لو انا مثلا نازل السبح بدري في الشارع فطبعا بلاقي قطرات من الندى موجودة على زجاج السيارات ده بسبب ايه؟ بسبب تكثف بخار الماء اللي موجود فيه الهوى على زجاج السيارات ويتحول الى ماء سائل يبقى التكثف هو تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بخفض درجة الحرارة طيب عنتي مثال اهو عواضح الاناء اللي فوق ده فيه مكعبات من السلج والبراد فيه ماء بيتعرض طبعا للتسخين فبيطلع بخار البخار ده لما بيبدأ بقى يقابل الوعاء اللي فيه سلج ده طبعا سطح بارد يعني بيحصل خفض درجة حرارة بخار اللي طالع ده فبيبدأ يتكثف يعني ايه بقى يتكثف هلاحظ ان فيه قطرات مية اهي هتبدأ تتجمع على سطح الاناء وتبدأ تنزل اهي عندنا قطرات المية اهي النتجة من تكثف بخار الماء عند تعرضه لسطح ايه بارد يبقى لو جاء اللي في الامتحان اكتب المصطلح العلمي تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بخفض درجة الحرارة هقول له ايه التكثف التكثف بيقول لي لاحظ ياولاد يعتبر الانسهارة عكس عملية تجمد لاحظ معي الانسهار ده كان تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة من صلبة لسائلة بارتفاع درجة الحرارة طب لو عملت العكس يعني لو حولت من سائل الى صلبة من خفض درجة الحرارة دي بقى اسمه عملية تجمد علشان كده يا ولاد اللي انسهار عكس التجمد طب التكسف كان تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بإيه؟ بنخفاض أو حفظ درجة الحرارة أما التبخر كان تحول المادة من السائلة إلى الغازية بارتفاع درجة الحرارة علشان كده يا ولاد اللي انسهار عكس التجمد والتكسف عكس التبخر جواقتانا دلوقتي مع سؤال المتفوقين السؤال بيقول اكتب المصطلح العلمي عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجات الحرارة يلا يا أولاد نفكر كده كلكم شطار يا سنة 5 برافو عليكم ودلوقتي يا أولاد تعالوا نتكلم عن أنواع التغيرات اللي بتحصل للمادة قال لي عندي نوعين من التغيرات اللي ممكن تحصل للمادة يا إما تغيرات فيزيائية يا إما تغيرات كيميائية تعالوا نتعرف مع بعض على التغيرات الفيزيائية بيقول لي هي التغيرات اللي بتحدث في شكل أو حجم المادة ولا ينتج عنها مواد جديدة ولكن يمكن إعادة المادة إلى حالة الأصلية فاكرين مع بعض يا أولاد لما شفنا فيديو عن قص الورق هاي إحنا لما قصينا الورق إيه اللي حصل فاضل بص معايا كنا الفيديو ده هاي قصينا الورق أهوأ وقصينا قماش هل هيتغير الخصائص بتاعته هتتغير ولا هيظل محتفظ بخصائصه قال لي لا يا ميس هيظل محتفظ بخصائصه او كتعة شوكولاتة لما بيحصل لها انصهار كتعة السلج لما بتنصهر هل بتغير في خصائص كميائية بتاعت المادة قال لي لا يا ميس بتظل محتفظ بخصائصها قال لي بقى ده اسمه تغير فيزيائي بالتغيرات الفيزيائية هي التغيرات التي تحدث في ايه في شكل المادة وليس في تركبها طب سؤال ممكن الشمع بعد ما ينصهر أرجعه تاني للمادة صلبة او يا ميس لو انا حطيته في قلب تاني ياخد نفس الشكل هيرجع تاني بنفس الشكل بالتبريد برضو ونفس الفكرة في السلج لو انا عملت له انصهار ممكن ارجعه بعملية التجامل ايضا تشكيل الخشب والمعادن ده بيعتبر برضو من التغيرات الفيزيائية اللي بتحصل للمادة اهو عندنا اتشكل الخشب على شكل تمثال فطبعا ده بيعتبر من التغيرات الايه الفيزيائية هو برضو بيظل محتفظ بنفس خصائص الخشب تقطيع الثمار والخضروات لعمل سلطة انا هنقطع الطماطم اهو طبعا ايه شكلها بيتغير بس لكن تركبها زي ما هو هي تركبها وطعمها يا ولاد بيظل زي ما هي طماطم الخيار نفس الكلام لما بقطعه بيتغير شكل ولكن طعمه وخصائصه زي ما هو كل دي يا ولاد امثل على ايه كل دي امثل على التغيرات الفيزيائية زوابان الملح او السكر في الماء بص كده يا ولاد لو انا جبت معلقة من الملح او السكر واضعتها في الماء وقلبته طبعا بيتغير بس الشكل بتاعي لكن بيفضل تركيب زي ما هو ثانيا التغيرات الكيميائية يعني ايه تغيرات كيميائية بقول هي التغيرات التي تحدث في تركيب وخواص المادة بحيث تنتج مادة جديدة مختلفة في الخواص والتركيب عن المادة ايه الاصلية ولا يمكن اعادة المادة لحالتها الاصلية طب تعالا بقى نفهم الكلام ده معناه ايه مين زي العكس التغيرات الفيزيائية اه طبعا ايوة طب تعالا ناخد كده مثال لو انا جبت مثلا اه ورقة وحرقتها تمام فالورقة ده بعد ما تحترق بتفضل محتفزة بخواصها لا يا ميس بتتحول لمادة اخرى طبعا بتتحول وعندي مثال تاني وهو صدق الحديد خلاص طيب امثلة تانية تفاعلات الاحتراق زي تفاعل الاكسوجين مع الكربون والهايدروجين مما قد يسبب نشوب حرائق يبقى ياولاد لما بيحصل تفاعل ما بين الاكسوجين مع الكربون ولا هيدروجين ده بيسبب نشوب الحرائق طيب بصوا معايا كده اتحاد الخل مع صودة الخبيز بصوا ياولاد تعالوا نعملوا مع بعض التجربه دي انا معايا كوب من الخل معايا كوب من الخل ايه كمان ياولاد هجيب معلقة كبيرة من صودة الخبيز وحبدأ قضع صودة الخبيز على الخل هيحصل ايه هيحصل حاجه اسمها تفاعل كيميائي وهينتج عن التفاعل ك bulky دوت فقاعات من غاز ثاني اكسيد الكربون دو ست معايا هاذ اللى حاصل اللى حاصل الى الشاشة يببه ده فيضيها فضلت زى وهي لايرا ده ده تغير كيميائي哦 لان اللى ضع ماده جديده circumstance bands جادي perceرككما قريب معايا المختلفة عن المده الاصلية لشأنهاية اه with me weigh my mathуж oiljsENNاء هضم الطعام داخل جسم الانسان في وجود الانزيمات الانزيمات مواد كميائيه بتساعد على هضم الطعام فطبعا ده بيعتبر من التغيرات الايه الكيميائيه كمان ياولاد عندي مثال اللي هو صنوعة المغبوزات يعني ايه لما ممو بتحب تعمل لنا خبز مثلا بتصنع خبز اللي بيحصل ياولاد بتبدأ تجيب الدقيق وتضع الخميرة وتضع الماء او اللبن وتبدأ في العجل طب بعد كرا هي ليه مما وضعت الخميرة قال لي اضافة الخميرة دي بيسبب انتاج فقعات غزية بتساعد الخبز انه يصبح اكثر ايه مسامية وطعمه ايه طعمه كرا مستزاغ وطعمه جميل خلاص لو احنا ما حطناش خميرة في العجيل دايما تلاقي العيش مكتوم كرا وما يتاكلش بص كرا الخبز جميل ازاي ده سبب الخميرة لان الخميرة بتساعد على ايه انتاج فقعات غزية تجعل وجود تخلي فيه مسامات ما بين الايه ها ما بين الخبز فتخلي الخبز اكثر ايه مسامية وده يعتبر من التغيرات الكيميائية ايضا تعفن الفواكه والخضروض بص كده اولاد العفن المتكون على سمار الفاكهة طبعا ده بيعتبر تغير كيميائي لان نتجة عنه مادة جديدة لها خواص مختلفة ولا يمكن اعادة المادة لحالتها الاولى نجي دلوقتي مع سؤال المتفوقين السؤال بيقول صنف التغيرات التالية الى فيزيائية او كيميائية يعني حضرتك تقولي ده تغير فيزيائي ولا كيميائي زوبان السكر في الماء يطرد تغير كيميائي ولا فيزيائي نفكر يا سنة خمسة احتراق الخشب والورق برضو عايزين نعرف اذا كان تغير كيميائي وفيزيائي وبكده يا سنة خمسة نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة ونتمنى انتوا تكونوا استفدتوا ومع اللقاء بموعد جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته